في أطراف مدينة الحزم تقع محطة الكهرباء المشروع الوحيد الذي حمل اسم الحكومة مبكرا إلى أذهان المواطنين في الجوف وعنده توقفت وغابت كل المشاريع التي تدل على الدولة في ذهنية العوام أو كما يقول السكان هنا مولدات كهربائية بسيطة ومحدودة القدرة عملت بها هذه المحطة منذ إنشائها وحتى وقت قريب وبعد أن كان نطاق إنارتها يقتصر على مركز المحافظة صارت اليوم تغطي مديريات نجاورة ذات كثافة سكانية كبيرة ومثل ما هي حاجة المواطنين للضوء في ليالي الصيف وتقصيك الحار تحتاج هذه المحطة إلى وقود كي تعمل وتضيه وهو ما تعانيك مؤخرا بعد انعدام مادة الديزل ما دفع السلطة المحلية بالجوف إلى اتهام شركة النفط اليمنية فرع مأرب بالوقوف وراء الأزمة وحملت مسؤولية احتجاز حصة الجوف من مادة الديزل منذ قرابة شهرين وما نجم عن ذلك من أضرار جسيمة ثمنها انتهاء المحاصيل وتوقف الإنتاج الزراعي وإلحق الضرر بممتلكات المزارعين لن نسكت أبدا أبدا بأن نرى المزارع تنتهي ثمرته وتنتهي مزرعته ونحن جالسين مكتوفين الأيدي منشدات ومطالبات مستمرة بسرعة صرف حصة الجوف من مادة الديزل وبقية المشتقات النفطية التي تتحكم بمصيرها شركة النفط وسلطات مأرب استمرار أزمة المشتقات النفطية زاد من حدة معاناة المواطنين في محافظة الجوف لا سيما المزارعين الذين توقفت ممتلكات كم الزراعية بسبب عدم مادة الديزل تصرفات وإجراءات غير قانونية كما لو أن محافظة الجوف ليست في نطاق الشرعية حتى يكون لك حصتها كبقية المحافظة المحررة أو هكذا لسان حال المواطنين لن حقنا كما هو لغيرنا المزارع عندنا والأشجار يبسط والكهرب حتى الكهرب أنها متقطع واصلا بسبب احتجاز حصة الجوف من الديزل من قبل المتسلطين عليها في مارب وشركة النفط ولنا حق مثل ما هو لغيرنا ونحن محرومين من حقوقنا تبقى الكهرباء الشيء الذي لغنا عنه في حياة الناس كذلك المشتقات النفطية الدنام المحرك الذي تقوم عليه الكثير من حاجيات الناس وشؤون حياتهم اليومية وانعدامها يتسبب في كوارث لا حصر لها على الجراد قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر